سلام الله على كل متتبعي قناة بروغرافور. اليوم ما ان شاء الله غادي نجاوبوا على واحد تساؤل تطرح مجموعة بروغرافور على تيليقرام. ان شاء الله غادي نجدوا اسئلة من المجموعة ونعملوا عليها فيديو. ونشرحوا للناس علاش كيوقع ديك المشكل وما هم الحلول. يعني في هذه الحلقة اليوم غادي نطيعوا علاش كيوقع دي المشكل هذا? وعن لاش? كي اه وكيفاش غادي نحلوا المشكل لنا ان شاء الله. غادي نجي ندخلوا نيش من مجموعة تيليقرام تساؤل هو الاخ علي سلام بغيت نسولك سولك عندي مشكلة اه اه في انوي. اه ادي اسئلة عشرين ميجا. يعني في انوي. من اللي كان اه كان كنت ابلودي شي حاجة كنت تقطع الكونيكسون وكنتعطيني كونيكسيون اندسبونيبل. يعني في حالي انا كونيكسون ما كيناش رغم ان ديك الفيديو اللي يرفع هو. يعني شنو السبب للمشكل هادا في ادي اسئل? وكيفاش غادي نحلوه? يعني شما الحلول اللي ينقدرون نعطيه فهد اه المنحة هادا? ابقوا معنا الى النهاية. مرحبا بكم يا شديد اخواني. اه كما قنعرفوه الاخوان دينا كامن بينا باش يكون عنا الاتصال مع اه الانترنت يعني يخص نتازلت الحاجات اللي هم اساسيين. اللي قنعرفوهم احنا. احنا مدروش اي بي اه بزال دي الامورات الاخرى اللي قنا نتصلوا معها. لا ننظروا الاشياء اللي قنا عتمدوه عليها احنا يا. كمستخدمين. باش الناس ما يدخلوش معي في تقنية لا خسك خسك وخسك. لا انا هنظر على الثلاثة النقط. اللي هي متدولة عننا احنا. كمستخدمين. كمستخدم عادي. ما كمشيو? قد عملو اه او لا اي موقع دير تاست كعطينا والاوبروت والبينك. يعني هادو ثلاثة شرط باش كيكون استقرار في الانترنت. يعني باش يكون عندك الانترنت مستقرص يكون عندك مزياد. ويكون عندك مزياد. ويكون بينك اللي هو مزياد. بينك اللي هو السرعة الاستجابة. الاخ دي الناقلنا ان ما كيكون كي اوبلودي شي فيديو. شي حاجة في الانترنت او لا كيصرد فيديو في الواتساب. او لا شي تصوير حجم ديها لكبير. بس ولي الانترنت اه غير موجودة او لا كأنها مقطوعة. هادا شن هو السبب دي له الرئيس الرئيسي. ماشي البينك. وماشي المشكلة دي له هو الاوبلود. سرعة الاوبلود كما كتشوفه سيف فاصيلة. سيف فاصيلة ستين سبعين سمانية كلها وشنة عنده في الخطة ديه. العامل هادا دي الاوبلود او السرعة الرفع هي المشكل الرئيسي في الادي اسي. مثلا انا اللي كنقوم برفع فيديو. في همتين ميجا. ماشيش حاجة كبيرة. همتين ميجا في الفين واربع وشين راي يوالو في حدو ميجا. باش نكونوا مواطعين. مهم بالنسبة لها دي اسئر رايش حاجة ليا كبيرة. حنا يمكننا نفعه فيديو اه في همتين ميجا في هات السرعة هادي راي ياخد وقت. يقدر ياخد لكتا ساعة المقال. بات السرعة سيف فاصيلة اربعة ستين تانية. اه كيلو يكون. والكونيكشون بحال انها مقطعها على جميع الاجهزة. انا كرفع الفيديو في بي سي ديالي في التليفون ما غاديش نتكونيكتها مزيد. علش? لان سيف فاصيلة اربعة ستين كاملة خدامك تفزلينا الفيديو من البي سي ديالي اليوتيوب او للفيسبوك او للواتساب. اذا هاد السيف فاصيلة اربعة ستين كلها استهلكها ديك الفيديو. انا ما غادي ندخل ليوتيوب. وغادي ندخل نتفرج في فيديو او لان نستخدم الاي بي تيفي راح داتا ما غاديش يستخدم. علش? لان اه اي بي تيفي اشنو كتدير? كتطلب البيانات من السيرفور دياله. يعني شنين معنى كتطلب? يعني كترفع واحد الفيشي اللي هو صغير يعني اقل من ميجا. كترفعه السيرفور دياله باش يعطي هادك البيانات. وهادك اقل ميجا ما يقدرش يرفعه. ما يقدرش لانا سرعة الرفع كاملة خدامة مع ديك الفيديو. اللي ماشي اليوتيوب او للواتساب كم ما قلنا. هنا شنواء الحل اللي نقدره اه نتجاوزوا بهذه المشكلات. كاي جوجد الحول. يا كيفية الاستخدم. كي مش عن استخدامها لانا تكونيكشون هاد. انا عندي واحد الفيديو مثلا فيها. في 500 ميجا او او ا اي جيجا. بان لا نسردج وشي في الوقت اللي غاد يكون نستخدم الكونكشون. ما نسردوش في الوقت اللي بغا عمرين التفرج فيه الكورة. او لان... ماتش. ما غادش نستخدم ديك اه ما غادش نستخدم ديك مان ما نزخ printing في الوقت اللي انه محتاجش فيه الكونكشون. نتفرج او لانتصفاء او للان LinkedOME اوför bullets بواتساب. ما غادش ينصررد ديك الفيديو. او الحل الثاني هو او غادين فرق السرعة الرفع. كيفاش غادين فرق السرعة الرفع? مثلا اه اه جهاز بي سي و جهاز هاتف. بي سي غادين نعطيه صفة سيلة ثلاثين. وهذا جهاز هاتف عنطيه صفة سيلة ثلاثين. اي ما غادين انبلودي السرعة الرفع. عشانو غاد يوقع? جهاز هاتف غادين يستعلك صفة سيلة ثلاثين. وما اللي غادي مغين نتفرج في بي سي اخر او لا في التلفازة او لا في استخدامات اخرى. غادي ياخد دي صفة ثلاثين. وهكدا غادي نكون انا تجاوز ديك المشكل دي الانقطاع. او للمشكل اللي قال عليها الاخ دينا. اللي هو شنو كي اعطيها قلنا? ناس يشوفوا الرسالة. اللي هو يعني غادي نجاوزوا هاد المشكلة هات. وباش نتفادى هذه المشكلة هاتي خصي يكون روتور في الخاصية ديال اننا ممكننا نقسمه سرعة على الاجهزة. يعني راح للجهاز نعطيها سرعة معينة في سرعة الرفع. كنتم نرى الاخوان دينا يكون الفيديو ما طويل شي اليكم. اه ان شاء الله الفيديوهات المقبلة غادي تكون فيديو قصيرة ومفيدة بزاف قاعدة الاخوان. واحد تكون في منحة ديال الاسئلة ديكم. كنتم بالقناة دينا وبالمواضيع دينا. كنرحب بكم على قناتنا بروغرافور. ما تشاركوا عليها. ومرحبا بكم بالاسئلة ديكم على مجموعة. الى اللقاء اصدقائي. الى موضوع مقبل.